في المقابل عد النائب عن اتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر طرح ورقة التسوية التاريخية في الوقت الحاضر قرارا مستعجلا ولم يقدم أي فائدة جعفر قال في تصريح صحفيين ورقة التسوية بالوقت الحاضر أخذت جانبا إعلاميا وانتخابيا أكبر من حجمها الفعلية مقترحا تأجيلها إلى ما بعد الانتخابة النيابية المقبلة ومجيء قيادات جديدة تؤمن بالعملية السياسية والعراق الواحدة وأوضح جعفر أن حديث كل طرف عن تقديم ورقة تسوية خاصة به هو تشتيت للمبادرة بأكملها